طيب كابتن احمد دايما كنا بنقول المباراة دي او البطولات دي بتسخن مع الادوار التانية لكنه البطولة دي بسم الله الرحمن الرحيم من صفارة البداية والبطولة ساخنة هل اللي جاي هيكون اكثر سخونة ولا ممكن نصب احباط يبقى الخوف من الهزيمة واللعب على التعادل والوصول لضربات الترجيح شايف اللي جاي هيبقى عمل ازاي والله يا كابتن فيه فرق بتدور متأخر يعني بتبدو تدور وتطلع لفوق متأخر زي مين اتمنى انجلترا اتمنى انجلترا اه يعني خدت فيها صدمة كبيرة جدا 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 المانيا لحد ما بالفرقة الجامدة عندها برضو حتى وقتين هزا لسا مضا بس في كل الاحوال انجلترا تصدرت المجموعة سباك انها تحددت مع اسكتلندا صفر صفر فازت في المباراتين واحد صفر لكن في النقايي بتحسبني على المجمل انا بصدرت مجموعة بس يا كابتن فيه مؤشرات المؤشرات بتقول ايه انت معاك من احسن لعبة في العالم في كل الامراكس وعندك احسن لعبة في الدول الانجليزي وسكواد من اقوى السكوادات الموجودة في الطوز اوروبا يبقى لاداء بالمنظر ده حتى اداء نفسه يعني ساوس جيت عنده عاجينة ليعمل اي حاجة هاتلي طريقة لعب واعملها وانا هبقى في ظهرك حتى هو بتدافع يعني لو انت بتدافع وبتشغع مرتدات والكلام ده كله اعملها وانا معاك لكن مفيش طريقة لعب واضحة وصريحة انت في وقت الاقوال هو ممكن اصلى حالك او اقول تعبير ممكن يكون صح او غلط انت اقوله يعني هو مفيش امتاع يعني المانيا صاحب تتعادل مع الماجر اتنين اتنين بس في امتاع في كورة اه من اقولك في امتاع اه مفيش امتاع رغم الاسكواد الكبير اللي انت بتلعدي اقوى العظيم ده انا ما يكون معايا فريق زي ده ومعايا اسكواد زي ده وممتعش الناس وبلعب في وينبلي كمان ده بلعب وسط جمهوري نعم ودي مشكلة تانية يعني انت ميديك كمان الباور دانت الماجر في مطش فرنسا وسط جمهورها ولكنهم برازيل ولكنه برازيل فانت جوه الملعب بتاعك ومعاك كل الامكانات والماجر يحسب لها بصراحة عدلت مع فرنسا اه طبعا انا اقولك دي كنت حصلت المجموع المفروض للناس ده صحيح لك اتكلم يا كابتن طريقة لعب انجلترا اه ايام زمان ايام الهكسوس ايام من زمان اللي هو ستة بيدفعه واربع بيهجمه كلام ده انتهى في الكورة ومسحات واسعة كتير جدا 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 انت باكن الطرف يا كابتن ما بيهجموش يعني الماتش الاولي يحط لك تربيه ماتش تاني يحط لك لوك شو لوك شو ده التربيه دي كانت غريب قوي قلنا مثلا هيسيب وكر يزيد من ناحية المين يعني يسيب مثلا تلاتة يأمنوا وراجل باك رايت اللي هو وكر يكمل وواحد من نصف الملعب مع مونت ونزيد باك بوستة مثلا في مطر الجزاء خمسة في مطر الجزاء فيش الكلام ده خاط ماتش تاني جاب لوك شو ده من احسن الباكات ليفت في الدولة الانجليزي هجوميا وعمل موسم هايل شفت كم مرة لوك شو بيهجم الكروسات هاركين نفسه اللي هو مهاجم رقم 9 اللي هو البوكس بينزل تحت فودن اللي هو من احسن العباء اللي موجودة في الدولة الانجليزية مفيش فانت مساحات واسعة كتير جدا مفيش فرص خلق فرص كتير انت خلي بقى كابتل اسبانيا مسلا مسلا اتعدلت اول ماتش مع السويد خلقت كم فرصة مش قل من 6-7 فرص وانفرادات نعم وماتش التاني نفس الموضوع ماتش النهاردة كابتلين 5-0 مقلتش قلقان على اسبانيا وعرف انها توصل ليه لان الاداء سعت بلا كابتل